من رغم ان انت اشتغلت مع مطربين وفنانين كتير قوي مصريين بس وبتتكلم اكيد معاهم مصري وكده انا هقولك حاجة باللبنان اوقات مع اللبنانيين بحب ادخل كده كلمات مصرية بحسها بتهزر اكتر فيها مزكة اكتر فيها كده خفة وانا بيتاخد ده عليا وبيتريقوا وبحط علي اوقات صحابي لما بدخل كده شوية كلمات مصري مصري في النص ولما بتكلم هنا مصري بيتريقوا برضو برضو عليها بيتلع شوية لبناني مش عارف عامل ايه في روحي بس انا لهجة بحبها قوي ودايما بقول انا اتخذ علي الموضوع ده وصار علي انتقادات قوي حتى في لبنان ان انا بغني بحب بغني مصري وقلت قبل كده ان بفضل اللهجة المصرية على اللبنانية بقى قامت الدنيا علي وقعدت ازاي بتقول طب انا هقولك مثلا حاجة تانية بفضلها في لبنان ازاي فعلا تقول كده ضاير طب دي الحقيقة بحب اللهجة المصرية بلاقيها فيها مزيكة اكتر بلاقيها ممكن واحد يكون في روح الفكهية مظبوط الكلمة كنت حتطلع فكها معايا فكها 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 سنسف هيومر يعني اسهل اسهل في المصري وبحسها فيها مزيكة لو بالردح ولو بالحب كلها فيها شوية اكزاجيغيشن وكده وصوت عالي ويقار احنا مديترينيانز يعني المديترينيانز معروف بالزبط كلهم معروفين بالصوت العالي ونتكلم بالايدين هي مية مية واللهجة المصرية يعني ما فيهاش احنا تربينا على اللهجة المصرية في الافلام وفي المزيكة طيب انا لو جيت قلتلك انا مثلا بحب الاكل اللبناني وحقولك اكل لبناني احلى حاجة ليه اكذب بقى واقولك لا بردو اللهجة لا انا شايف اللهجة المصرية كده وعايز اكون حقيقي ودي حاجة بالانترو اللي انت قلتيها بحطة الاختلاف انا بلاقي كل حد مننا في الدنيا مختلف كلنا مختلفين لكن يلي بيباني مختلف هو اللي اقرب حاجة لحقيقته سو انا بلاقي حاجة حالي اكتر حقيقي ان انا بتعمد ان انا نكون مختلف